السلام عليكم طلاب الصف الرابط طلابي أعزائي درسنا اليوم يتحدث عن العناية بالملابس الشخصية يرتدي الإنسان الملابس لحفظ جسده وحمايته والاستطر والحفاظ على أناقته ويحرص على شراء ما يناسب جسمه وذوقه منها مما يعطي الآخرين انطباعا عن شخصيته ودرجة اهتمامه بنفسه طبعا تحتاج الملابس إلى عناية في أثناء استعمالها وتنظيفها وحفظها وتخزينها إذ يمنح ذلك الإنسان شعورا بالرضى ويكسبه مظهرا جميلا لائقا ويجعله في حالة جيدة مدة أطول ويجعلها في حالة جيدة مدة أطول تحدثنا في السابق أو في بداية الفصل عن بطاقة بيان المواد الغذائية وقلنا أنها هي بطاقة تحتوي على اسم المنتج وتاريخ انتاجه وانتهاء واليوم سوف نتعرف على بطاقة بيان الملابس بطاقة بيان الملابس أولا المقصود ببطاقة بيان الملابس هي قطعة من القماش أو الجلد مثبتة بالملابس من الداخل تحتوي على إرشادات للغسل والكي ما أهمية بطاقة بيان الملابس الموجودة؟ ما أهمية بطاقة البيان تبع الملابس الموجودة على الملابس من الداخل أو علل وجود قطعة مثبتة من البلابس من الداخل تحتوي على إرشادات لاستعمالها الجواب للتعرف على كيفية التعامل مع الملابس أثناء غسلها أو كيها فلا تتلف كل نوع من القماش له طريقة عناية خاصة به تمام؟ والآن سوف نتعرف مع بعضنا البعض على طرائق العناية بالملابس واحد تنظيف أي بقع على الملابس فورا وعدم تركها حتى موعد الغسيل أو إرسالها إلى محل تنظيف الخاصة فيما بعد اثنين وضع الملابس التي لا تستخدمها مدة طويلة في الخزانة أو حفظها بأكياس من النيلون ثلاثة غسل الملابس وكيها والالتزام بالتعليمات المدونة في بطاقة البيان المثبتة بها أربعة تعليق الزي المدرسي على علاقة الملابس بعد خلعه مباشرة ثلاثة خمسة آسفة غسل الجوربين بعد العودة من المدرسة وستة تنظيف الحذاء يوميا ووضعه في مكان مناسب جيد للتهوية تمام والآن سنتعرف مع بعضنا البعض على فوائد خزانة الملابس واحد حفظ الملابس وترتيبها في مكانها المخصص إذن أول إشي هي للتنظيم تمام اثنين المحافظة والعناية بشكل الملابس من خلال طيحة أو تعليقها في خزانة الملابس ثلاثة توفير الوقت والجهد عند البحث على الملابس في الخزانة تمام هيك منكون خلصنا درسنا إن شاء الله لليوم وبدي منكم لو سمحتوا كل المعلومات اللي أخدتوها في الدرس اتخططوها على كتابكم وتحلوا لي نشاط عشرة واحد صفحة تسعة وتلاتين ونشاط عشرة تنين صفحة أربين وأرجو منكم إجابة أسئلة الوحدة صفحة واحد وأربين واثنين وأربين دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر